الليبتن الليبتن هرمون ليه دورين أساسيين في الجسم الدور الأول أن يدينا أحساس بالشبع وده مهم وإحنا بنعمل دايت والدور الثاني ليه دور في الميتابوليزم أو بيحرق الدهون بصفة كويسة جدا الليبتن ده بيطلع منين؟ من الخلايا الدهنية بيفرز من الخلايا الدهنية فأنا لو بقى لي شهرين أو شهر ونص بعمل دايت وفقط كمية كويسة من الدهون أوتوماتيك نسبة الليبتن في الدم بتقل نسبة الليبتن بتقل فأنا محتاجة أعمل ريفيد اللي هو كأني هزيد شوية في الدهون عشان الليبتن تاني يرجع يزيد فاستفيد بيه في إحساسي بالشبع وزيادة الحرق عشان كده اللي بيبقى ماشي على عجز كلمة عجز سعرات فقط من غير ما يحسب أكله هو بيأكل إيه بالظبط؟ وبيأكل أي سعرات والسلام يعني فمرة حد بيقول لي ما هاكل لها سعرات أخدوا السعرات دي من النشائيات أخدها من البروتين أخدها من الدهون أخدها من أي حاجة ما سعراته خلاص أقول له لا حزبتك غلط دي نظرية قاصرة لازم أبقى عارف أنا جسمي محتاج إيه في الوقت ده خصوصا في الميتابوليك أدابتيشن عشان يرجع يحرق تاني أبقى عشان يرجع تاني